قال محافظ السويس عبد المديد سقر إن أعمال التطوير ستحول حي الجنائن لمكان يليق بسكانه بعد حرمانهم من الخدمات لسنوات طويلة قبل دخول الحي للحيز العمراني خلال العام الماضي جاء ذلك خلال جولة أجراها محافظ السويس لمتابعة المشروعات التنموية وأعمال التطوير بأحياء السويس بدأت الجولة بمتابعة الأعمال للمراحل الجديدة لتبطين طرعة السويس مشيرا إلى أن أعمال التطوير مستمرة انتباعا للحفاظ على الشريان المائي الحيوي وكلف محافظ السويس إدارة المرور بتأمين الطريق وعمل الإشارة المرورية على الطرق الجديدة التي يتم رصفها لتصبح محاورة مرورية تحدث سيولة المرورية والأمنة والأمان بهذه الشوارع والمناطق ترجمة نانسي قنقر